نتحول إلى موفدنا هناك محمد عبدالله موفد التلفزيون المصري محمد صف لنا هذه الزيارة التاريخية الهمة منذ وصول الرئيس عبدالفتح السيسي منذ قليل إلى العاصمة الهندية نيودالهي بتكيد زيارة هامة بتكتسب زخم كبير في العلاقات المصرية الهندية وستنقل هذه العلاقات حسب ما يرغب الجانبان المصري والهندي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية هناك حفاوة كبيرة شهدناها في شوارع نيودالهي من الأعلام المصرية التي انتشرت بجوار العالم الهندي سواء فيما يتعلق بالمكان الرئيس الذي سوف يشهد الاحتفالات يوم الجمهورية في الهند وهم الأليام الهامة جدا والتي تحتفي بها السبع وعشرين ولاية هندية ويحتفل بها جموع الشعب الهندي هنا بهذا اليوم ومن ثم دعوة أسيد الرئيس للحضور لهذا اليوم الهام كضيف رئيسي بتعكس أهمية خاصة وزخم كبير في العلاقات المصرية الهندية تشهده هذه العلاقات في الأوين الأخيرة يعني نشير إلى أن هذا الاحتفال والأهميته تم ويتم في 26 من يناير من كل عام من ذي قبل تم دعوة الرئيس الروسي لحضور هذا الاحتفال وكذلك الرئيس الفرنسي لحضور هذا الاحتفال الهام يوم الجمهورية في الهند ومن ثم تأتي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضيف رئيسي للحضور في هذه الاحتفالية لتعكس أهمية العلاقات المصرية الهندية ورغبة كبيرة من الجانب الهندي في دعم هذه العلاقات أشير من جديد إلى ما شهدناه من حفاوة استقبال في شوارع نيو ديلي المختلفة وتزين الشارع بالعلم المصري في مختلف الأماكن الموجودة هنا في نيو ديلي وكذلك صور السيد الرئيس وصور أخرى تجمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي إذا نحن أمام جولة غامة من العلاقات ومن المباحثات تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمسؤولين هنا من الجانب الهندي سوف يتم خلال هذه الزيارة والتي تأتي بتزامنا مع احتفال مرور 75 عام على العلاقات المصرية الهندية لتعكس نقلة نوعية كبيرة في هذه العلاقات قد هذه النقلة سترقى إلى مستوى التعاون الاستراتيجي ما بين مصر والهند نعم دينا نعم محمد يعني صف لي أيضا يعني التعاون بين الجانبين في الفترة الحالية من تحضيرات على سبيل المثال قمة مجموعة العشرين من التبادل التجاري خصوصا أن الهند معروف أنها أكبر شريك تجاري هو هي سادس شريك تجاري عالميا نعم دينا يعني نود أن نشير أنه قد أوشكا نسمع الموكب الذي يأتي فيه السيد الرئيس والذي وصل منذ قليل إلى المطار الرئيس هنا بالعاصمة نيو ديلي وهو نحن الآن في مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في نيو ديلي وهو يعني من ما نسمعه من السفرات والسيارات التي تصاحب موكب السيد الرئيس هو على وشك أن يصل الآن إلى الموكب اللي قامة للسيد الرئيس في نيو ديلي فيما تعلق ببيئة العلاقات وبهذه الزيارة هذه الزيارة تحمل أكثر من مضمون وأكثر من طابع أولا على الجانب السياسي مثلما أشرنا أن هذه العلاقة وسوف تنقل العلاقات المصرية الهندية إلى مستوى العلاقات السرطيجية أيضا هناك ملفات أخرى من المنتظر أن يتم منقشتها خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي ولقائه برئيس الوزراء الهندي وبالإضافة إلى عدد من اللقاءات الأخرى الهامة سوف يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي مع المؤسؤلون الهنديين هنا هناك أيضا لقاءات مرتقبة مع عدد من الشركات الهندية والمستثمرين الهنديين ولمزيد من الاستثمارات فيما تعلق مع الجانب المصري هناك عدد كبير من الشركات الهندية تعمل في مصر وإذا أردنا أن نتوقف أمام رقم هو رقم هام للغاية هذه الشركات التي تعمل في الاقتصاد المصري وتساهم بالاقتصاد المصري بها أكثر من 38 ألف من الأيدي العاملة المصرية أيضا هناك رقبة كبيرة من الجانب الهندي للاستثمار في قطاع هام جدا وهو قطاع واعد في مصر وهو قطاع الهيدروجين الأخضر هناك خطة هندية لوضعتها الهند لإحلال مصادر الطاقة البديلة وهي تعتمد في مصادر الطاقة هنا على الفحم وتضع خطة حتى عام 2070 لتحويل الطاقات التقليدية إلى الطاقة النظيفة وعندها رغبة كبيرة في التعاون مع مصر وفيما تعلق بالاستثمارات في الهيدروجين الأخضر نحن نتحدث عن مستوى القطاعات إذن محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري سوف نعود إليك بعد قليل اشتركوا في القناة